السلام عليكم هكذا تبدو اسما امرأة في التاريخ بعد عشر سنوات ولكن قبل ان نبدأ الفيديو لا تبخل علينا بالاعجاب والاشتراك في القناة وحتى نستمر معكم باذن الله تدعى ميرا روساليس لكن الاغلبية يلقبونها بسفاحة نصف طن ولانه طوال 27 عام كانت تزن قرابة 470 كيلو جراما ومتهمة في موت طفل يبلغ من العمر عامين فقط وبالرغم من شبابها الا انها كانت لا تستطع تحريك ركبتيها وكانت معتمدة كليا على زوجها ومن اجل العيش ومساعدتها في كل شيء بسيط كلوقوف على قدميها اقلعت عن السحمام والذهاب الى الحمام بانفردها ولان جسدها كان مشوها كليا ولكن لماذا وصلت الى هذا الحجم في الحقيقة ليس كان ذنبها كانت لديها تجارب مولمة جدا تركت اثرا في حياتها مثل ضربات وسوء معاملة والدتها والتي اجبرتها على شرهة في الاكل ترك هذا كله تجربة سلبية تجاه الاكل وبعد عدة سنوات اكتشفت علاقة بين والدها وامرأة اخرى وبعد ذلك لم تقدر على فعل هذا مرة اخرى بدأت في اكتساب الوزن عندما ترك والدها عائلتهم كانت الصدمة قوية بالنسبة لهذه الفتاة وجعلت من الصعب شفائها كان الاكل هو الشيء الوحيد الذي يجعلها تشعر بالسعادة والرضى عن نفسها ولكن حدث شيئا سيئا للغاية في جسدها فبالرغم من انها كانت تاكل بقدر متساون لاخواتها الا ان زيادة وزنها كانت الضعف وفي هذا الوقت لم تكن تعرف ان مستقبلها ينتظره مشاكلا اخرى في الغدة الضرقية واحباط مدمر وفي سن الثالثة والعشرين شعرت بألم قوي في ركبتيها وكأن جسدها يتفاعل مع السن وصلت الى وزن كبير مما سبب صعوبة في الوقوف على قدميها وبدأت قدمها في الانتفاخ وسوء حالتها كان لا يحتمل يوما بعد يوم وفجأة توقفت عن المشي وفضلت عدم التحرك ولمنع هذا العذاب المؤلم حتى وصل بها الحال في احدى الايام الى جلوسه على السرير ولن تستطع النهوض ما زالت تحصل على الحب والرعاية من زوجها ولكن ما زال هناك جحيم ينتظرها وعلى وشك الاندلاع وفي عام 2008 اتهمت ميرة بتهمة القتل نتيجة وفاة ابن اخيها الاصغر البارق عمين من العمر اثناء رعايته له ووفقا لمصرحت به السلطات انها سقطت عليه فجأة متسببة في اصابته بالرأس اصبح الجميع يطاردها وازداد خوفهم بعد وفاة هذا الطفل كانت وسائل الاعلام فقط تتحدث عن شيء واحد عن الفتاة السمينة التي قتلت الطفل البرية شعرت وكأنني وحش حقوقي وانا ليس كما يرددون قالت هميرة في مقابلة مولمة وبعدها صدر الحكم الذي كان عذابا اخر فمنذ بداية اللحظة التي تهمت فيها بالقتل تحولت حياتها الى جحيم حقوقي وجهت العديد من الاهانات الفضيع سمعت الكثير من الانتقادات الحد تجاه تدهور حالة والصحية بالاضافة لتحمل كونها قاتلة بلا رحمة امام الجميع ولكن في الحقيقة ما زال يختبء سر قوي وبعد عدة انتقادات مؤلمة والقاب بشعة ظهرت الحقيقة كانت ميرة بريئة تماما كانت تحاول حماية القاتلة الحقوقية هي اختها الصغرى وعلى اي حال كنت احتضر في حياتي وحكم الاعدان كان على وشك الصدور وحقا كانت خدمة عظيمة بالنسبة لي هكذا صرحت ميرة بعد ذلك وبالرغم امبرأتها من جميع التهم الا ان الاذا قد لحق بها ايضا مثل الكثير من الاهانات والاحباطات وبعد سنوات من جلوسها على السرير دون اي حركة والجسم منتفق والافراط في الطعام قررت ان هذا كفيا ومن هنا سيبدأ التغيير كانت مستعدة لتغيير حياتها على الرغم ان الثمن كان باهز جدا وخلال هذه الفترة فقدت زوجها ايضا حزنت كثيرا وشعرت بالوحدة ولكن بالرغم من هذا الالم الا انها قررت استكمال طريقها وبين شعورها بالخوف من الموت في غرفة العمليات والابر الموجودة في جسدها واحلام العودة للمشي قضت ميرا اطول ستة عمليات جراحية مؤلمة ولكن في النهاية تغلبت على كل هذا وعلى الرغم من بطء التعافي الا انها في كل مرة كانت اقرب الى التحول لمرأة عادية وبعد عشر سنوات من الحكم والاهانات فقاضت ميرا اربعمائة كيلو جراما واكتسبت وزنا صحيا ما زلت تكافح من اجل الحصول على افضل وزن واليوم الفتاة التي كانت تدعى اسمن مرأة في العالم اصبحت صعيدة للغاية ازداد حبها للحياة ولنفسها وحلم الخروج من منزلها بمفردها اصبح حقيقة ومعجزة تشكر الله عليها يوميا بلا شك من جد وجد ولا يجب علينا الاستسلام امام المحن ولا يهم ما يعتقده الاخرون وعليك باجاد القوة بداخلك والتغلب على اي شيء شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة